الصف التاسع التعليم الأساسي كتاب الجبري من مادة الرياضيات الوحدة التعليمية الثانية كوالعداد العادية تقديم مبادرة ضوء لصوت نغم شرقة الدرس الثالث من الوحدة الثانية بعنوان مطابقات شهيرة سيتضمن هذا التسجيل من الصفحة الثالثة والأربعون حتى نهاية الصفحة السادسة والأربعون مطابقات شهيرة نشاط استعمال المساحات للحصول على المطابقات الشهيرة أولاً تمهيد لدينا جدول مؤلف من ثلاثة أعمدة وثلاثة أسطور في العمود الأول لدينا قيم للعدد A السطر الأول A تساوي واحد السطر الثاني A تساوي ناقص اثنان وفي العمود الثاني لدينا عبارة جبرية 2A زائد 6 وفي العمود الثالث لدينا اثنان ضرب بين قوسين A زائد 3 ينسخ ثم أكمل الجدول السابق تأمل نواتج حساباتك ماذا تلاحظ؟ الحل سنقوم بتعويض القيم في العبارة الجبرية التي لدينا عندما A تساوي واحد سنعوضها في العبارة الجبرية 2A زائد 6 فيكون الناتج 2 ضرب واحد زائد 6 تساوي 2 زائد 6 وتساوي ثمانية ثم نعوض العدد A تساوي واحد في العبارة الجبرية الثانية والتي هي 2 ضرب بين قوسين A زائد 3 نعوض بدلا من A العدد واحد فيكون 2 ضرب بين قوسين واحد زائد ثلاثة تساوي 2 ضرب أربعة وتساوي ثمانية نلاحظ هنا أن الناتجين قد تساوى نعوض القيمة الأخرى A تساوي ناقص اثنان في العبارات الجبرية العبارة الأولى 2A زائد 6 تساوي 2 ضرب ناقص اثنان زائد 6 تساوي ناقص أربعة زائد 6 وتساوي اثنان العبارة الجبرية الثانية 2 ضرب بين قوسين A زائد ثلاثة تساوي اثنان ضرب ناقص اثنان زائد ثلاثة تساوي اثنان ضرب واحد وتساوي اثنان نلاحظ هنا أن الأجوبة متساوية أيضا إذن إذا لاحظنا العبارات الجبرية نجد أن 2A زائد 6 تساوي اثنان ضرب بين قوسين A زائد ثلاثة إضاءة عند تحقق المساوى من أجل كل قيمة للمجهول عند إذ نسمي هذه المساوى مضابقة ثانيا مربع مجموع واحد إخراج هندسي A وB يرمزان إلى طولين وهما إذن موجبان تماما استفد من الشكل المرسوم جانبا لحساب مساحة المربع الذي طول حرفه A زائد B بطريقتين مختلفتين إنسخ ثم أكمل بين قوسين A زائد B للتربيع تساوي فراغ زائد اثنان ضرب فراغ زائد فراغ الحل أولا ننظر إلى المربع لدينا مربع كبير طول ضلعه A زائد B ومقسم إلى أربعة أشكال الشكل الأول مربع طول ضلعه A الشكل الثاني مستطيل طوله B وعرضه A والشكل الثالث أيضا مستطيل يشبه السابق طوله A وعرضه B والشكل الرابع مربع صغير طول ضلعه B إذن لحساب مساحة هذا المربع نعلم أن قانون مساحة المربع هو طول الضلع للتربيع إذن طول الضلع المربع الكبير هو A زائد B فيكون لدينا A زائد B للتربيع تساوي نقوم بنشر هذه العبارة فيكون لدينا A زائد B ضرب A زائد B وتساوي A مربع زائد 2A ضرب B زائد B مربع الطريقة الثانية لحساب لحساب مساحة المربع الكبير أولا نحسب مساحة المربع الذي طول ضلعه A فتكون A مربع ثم نحسب مساحة كل من المستطيلات المتساوية المساحة المستطيل هي طول ضرب العرض فتكون مساحة أحدهما A ضرب B إذن مساحة الاثنان هي 2 ضرب A ضرب B ومساحة المربع الصغير هي B مربع فيكون النتج A مربع زائد 2 ضرب B ضرب A زائد B مربع وبالتالي نتأكد من نتيجة النشر بين قوسين A زائد B للتربيع تساوي A مربع زائد 2 ضرب A ضرب B زائد B مربع 2 اثنان الاثبات احسب A زائد B للتربيع بنشر A زائد B بين قوسين ضرب A زائد B بين قوسين ثم اختزل الناتج وقارن بين هذا الناتج وناتج واحد إذن سنقوم بنشر ما بين قوسين A زائد B ضرب بين قوسين A زائد B فيكون لدينا A مربع زائد A ضرب B زائد B ضرب A زائد B مربع بعملية الاختزال والترتيب نجمع A ضرب B زائد B ضرب A كون الضرب عملية تبديلية فيكون لدينا A مربع زائد 2 A ضرب B زائد B مربع ثلاثة تطبيق X و Y و Z أعداد عادية إنشور ثم اختزل كلا من بين قوسين X زائد 5 للتربيع وبين قوسين Y زائد 3 على 2 للتربيع الحل واحد X زائد 5 بين قوسين للتربيع لنشرها نضعها بالشكل بين قوسين X زائد 5 ضرب بين قوسين X زائد 5 تساوي X مربع زائد 5 X زائد 5 X زائد 25 تساوي X مربع زائد 10 X زائد 25 Y زائد 3 على 2 للتربيع تساوي Y زائد 3 على 2 بين قوسين ضرب Y زائد 3 على 2 بين قوسين تساوي Y مربع زائد 3 على 2 Y زائد 3 على 2 Y زائد 9 على 4 تساوي Y مربع زائد 3 Y زائد 9 على 4 ملاحظة المقدار جبري 3 Y خرج من نتيجة جمع 3 على 2 Y زائد 3 على 2 Y فكان ناتجها 6 على 2 Y 6 على 2 تساوي 3 أصبح الناتج 3 Y والمقدار 9 على 4 نتجة عن ضرب 3 على 2 ضرب 3 على 2 ثالثا مربع فرق 1 نشر بين قوسين A ناقص B للتربيع اكتب A ناقص B تساوي A زائد بين قوسين ناقص B ثم استعمل ما توصلت إليه في 2 انزخ ثم أكمل بين قوسين A ناقص B للتربيع تساوي فراغ ناقص 2 فراغ زائد فراغ الحل بين قوسين A ناقص B للتربيع تساوي A مربع ناقص 2 ضرب A ضرب B زائد B مربع 2 تطبيق X Y Z أعداد عادية انشر ثم اختزل كل من بين قوسين 30 وتساوي X مربع ناقص 12 X زائد 36 2 ناقص 3 على 2 Y بين قوسين للتربيع تساوي 2 للتربيع ناقص 2 ضرب 2 ضرب 3 على 2 Y زائد Y مربع تساوي تساوي ناقص 6 Y زائد Y مربع بين قوسين 3 Z ناقص 2 X للتربيع تساوي 9 Z مربع ناقص 2 ضرب 3 Z ضرب 2 X زائد 4 X مربع تساوي 9 Z مربع ناقص 12 X Z زائد 4 X مربع ملاحظة نلاحظ القاعدة هنا كالتالي إذا كان لدينا A ناقص B للتربيع يساوي بدلا من أن ننشره بالطريقة التقليدية نضع A ناقص B ضرب A ناقص B وننشر الطريقة التقليدية ستكون القاعدة هنا A ناقص B للتربيع يساوي مربع الأول ناقص 2 ضرب الأول ضرب الثاني زائد مربع الثاني فتصبح A مربع ناقص 2 ضرب A ضرب B رابعا فرق مربعين واحد انسخ اكمل بين قوسين A زائد B ضرب بين قوسين A ناقص B تساوي الحل سنقوم هنا بالنشر A ضرب A ناقص A ضرب B زائد B ضرب A ناقص B ضرب B تساوي A مربع ناقص A ضرب B زائد A ضرب B ناقص B مربع بعملية الاختزال يبقى لدينا A مربع ناقص B مربع اثنان تطبيق انشار ثم اختزل كلان من بين قوسين X ناقص 6 ضرب بين قوسين X زائد 6 تساوي X مربع ناقص 6 X زائد 6 X ناقص 36 تساوي X مربع ناقص 36 بين قوسين 2 ناقص 3 على 2 Y وبين قوسين اخرين 2 زائد 3 على 2 Y تساوي 2 ضرب 2 زائد 2 ضرب 3 على 2 ضرب Y ناقص 3 على 2 Y ضرب 2 ناقص 3 على 2 ضرب Y ضرب 3 على 2 ضرب Y تساوي 4 ناقص 3 Y زائد 3 Y ناقص 9 على 4 ضرب Y مربع بعملية الاختزال يبقى لدينا 4 ناقص 9 على 4 Y مربع او اقرأوها 9 على 4 ضرب Y مربع تعلم يرمز هنا A وB إلى عددين عاديين خاصة 1 بين القوسين A زائد B للتربيع تساوي A مربع زائد 2 ضرب A ضرب B زائد B مربع الطرف الأيسر مربع مجموع حدين والطرف الأيمن مربع الأول زائد ضع 2 ضع زائد مربع الثاني 2 بين قوسين A ناقص B للتربيع يساوي A مربع ناقص 2 ضرب A ضرب B زائد B مربع الطرف الأيسر مربع فرق حدين والطرف الأيمن مربع الأول ناقص ضع في الأول بالثاني زائد مربع الثاني 3 بين قوسين A زائد B ضرب بين قوسين آخرين A ناقص B تساوي A مربع ناقص B مربع الطرف الأيسر جداء ضرب مجموع حدين بفرقهما والطرف الأيمن فرق مربع حدين ملاحظة العلاقات السابقة الثلاثة التي ذكرناها هي المتطابقات الشهيرة وهي هامة جدا مثال 1 بين قوسين 2X زائد 5 للتربيع يساوي بتطبيق المتطابقة رقم 1 نجد 2X للتربيع زائد 2 ضرب 2X ضرب 5 زائد 5 للتربيع تساوي 4X مربع زائد 20X زائد 25 2 بين قوسين Y ناقص 3Z للتربيع تساوي نطبق هنا المتطابقة الثانية Y مربع ناقص 2 ضرب Y ضرب 3Z زائد 3Z للتربيع تساوي Y مربع ناقص 6 ضرب Y ضرب Z زائد 9 Z مربع ثلاثة بين قوسين 2A زائد 3B ضرب بين قوسين آخرين 2A ناقص 3B بتطبيق المتطابقة ثالثة نجد نجد ناتج يساوي 2A للتربيع ناقص 3B للتربيع ويساوي 4A مربع ناقص 9B مربع تحليل مع مطابقة شهيرة لتحليل مجموح حدود إلى جداء يمكن أيضا استعمال المطابقات الشهيرة على النحو الآتي أولا A مربع زائد 2 ضرب A ضرب B زائد B مربع تساوي بين قوسين A زائد B للتربيع ثانيا A مربع ناقص 2 ضرب A ضرب B زائد B مربع تساوي بين قوسين A ناقص B للتربيع ثالثا A مربع ناقص B مربع تساوي بين قوسين A زائد B ضرب بين قوسين آخرين A ناقص B مثال ذلك 1 حلل ما يلي X مربع زائد 6X زائد 9 يساوي نستطيع كتابتها بالشكل التالي X مربع زائد 2 ضرب X ضرب 3 زائد 3 للتربيع نلاحظ هنا أننا حولنا العدد 6 إلى جداء 2 ضرب 3 وحولنا العدد 9 إلى 3 للتربيع وهكذا نلاحظ أنها تنطبق عليها شكل المتطابق الأولى فنجزر الحد الأول الذي هو X مربع ونجعله X ونجزر الحد الأخير الذي هو 3 للتربيع ونجعله 3 ونأخذ إشارة الحد الوسطاني فيكون الجواب X زائد 3 بين قوسين للتربيع 2 حلل 9Y مربع ناقص 6Y زائد 1 سنتبع ذات الطريقة سنجعل 9Y مربع 3Y بين قوسين للتربيع والعدد والعدد سنجعله ناقص 2 ضرب 3 Y زائد 1 للتربيع إذن نجزر نجزر الأول فيصبح لدينا 3Y نأخذ إشارة الحد الوسطاني فيصبح ناقص ونجزر الحد الأخير 1 للتربيع فيصبح 1 فيكون لدينا الناتج 3Y ناقص 1 للتربيع وهي المتطابقة الثانية 3 حلل 16X مربع ناقص 9 نلاحظ هنا أننا نستطيع أن نضع 16X مربع بالشكل 4X بين قوسين للتربيع والعدد 9 نضعه 3 للتربيع نلاحظ أنها من شكل المتطابقة الثالثة فنفتح قوسين في القوس الأول نضع 4X زائد 3 وفي القوس الثاني نضع 4X ناقص 3 أي نضع جزر العدد الأول وجزر العدد الثاني في القوس مرة نضع ناقص ومرة نضع زائد اكتساب معارف كيف نستعمل المطابقات في النشر مثال نشر ثم اختزل كلا من A يساوي بين قوسين 3X ناقص 5 للتربيع و B يساوي بين قوسين 1 على 2 ضرب X ناقص 1 وبين قوسين آخرين 1 على 2 ضرب X زائد 1 ناقص بين قوسين X ناقص 1 وبين قوسين آخرين X ناقص 3 الحل سنقوم بنشر A أولا A تساوي بين قوسين 3X ناقص 5 للتربيع واحد نستعمل المطابقة A ناقص B للتربيع تساوي A مربع ناقص 2 ضرب A ضرب B زائد B مربع حيث أننا سنعتبر A تساوي 3X و B تساوي 5 وليس ناقص 5 فيكون لدينا A تساوي بين قوسين 3X للتربيع ناقص 2 ضرب 3X ضرب 5 زائد 5 للتربيع الحطوة الثانية سنضع 3X بين قوسين للتربيع هي عبارة عن 3 للتربيع ضرب X للتربيع وتساوي 9X مربع و 2 ضرب 3X ضرب 5 تساوي 2 ضرب 3 ضرب 5 ضرب X وهي تساوي 30X و 5 للتربيع تساوي 25 إذن يكون ناتج نشر الحد A يساوي 9X مربع ناقص 30X زائد 25 الآن سنقوم بنشر الحد B B يساوي بين قوسين 1 ضرب 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 على 2x ناقص 1 ضرب بين قوسين آخرين 1 على 2x زائد 1 ولنشرها سنستعمل المتطابقة الثالثة وهي بين قوسين a ناقص b ضرب بين قوسين آخرين a زائد b وتساوي a مربع ناقص b مربع حيث أننا سنعتبر a تساوي 1 على 2x أو نقرأها 1 على 2 ضرب x أو نقرأها نصف x b تساوي 1 وسنقوم بنشر الحد x ناقص 1 بين قوسين ضرب بين قوسين آخرين x ناقص 3 بطريقة النشر المعتادة حيث سيدرب x باقي الحدود ثم الناقص 1 ستضرب باقي الحدود في القوس الآخر فيكون لدينا بين قوسين x ناقص 1 ضرب بين قوسين x ناقص 3 يساوي x ضرب x زائد x ضرب ناقص 3 زائد ناقص 1 ضرب x زائد ناقص 1 ضرب ناقص 3 تساوي x مربع ناقص 3x ناقص x زائد 1 الخطوة الثانية نضع 1 على 2x للتربيع تساوي 1 على 4x مربع و 1 للتربيع تساوي 1 وللتوضيح x ضرب x تساوي x مربع و x ضرب ناقص 3 تساوي ناقص 3x و ناقص 1 ضرب x تساوي ناقص x و ناقص 1 ضرب ناقص 3 تساوي زائد 3 وبالتالي يكون b يساوي 1 على 4x مربع ناقص 1 ناقص بين قوسين x مربع ناقص 3x ناقص x زائد 3 أي أننا وضعنا أولا ناتج نشر المطابقة الثالثة ثم وضعنا ناتج نشر القوسين الآخرين و وضعنا ناتج ضمن قوسين كبيرا يسبقهم إشارة الناقص الخطوة الثالثة نعلم أن ناقص بين قوسين كبيرين x مربع ناقص 3x ناقص x زائد 3 تساوي ناقص x مربع زائد 3x زائد x ناقص 3 إذن سيكون b يساوي 1 على 4x مربع ناقص 1 ناقص x مربع زائد 3x زائد x ناقص 3 الخطوة الأخيرة نقوم بجمع الحدود المتشابهة فنحصل على b يساوي ناقص 3 على 4x مربع زائد 4x ناقص 4 كيف نستعمل المطابقات في التحليل؟ مثال حلل كلا من a يساوي 2y مربع 2y مربع ضرب بين قوسين 5x ناقص 1 ناقص 2 ضرب بين قوسين 5x ناقص 1 و b تساوي بين قوسين y زائد 1 للتربيع ناقص 100 الحل a يساوي 2y مربع ضرب بين قوسين 5x ناقص 1 ناقص 2 ضرب بين قوسين 5x ناقص 1 الخطوة الأولى نلاحظ هنا أن الحد 2 ضرب 5x ناقص 1 بين قوسين عامل المشترك بين حدي المقدار a إذن نستطيع استخدام خاصة التوزيع التالية a k ناقص b k تساوي بين قوسين a ناقص b ضرب k حيث أننا سنعتبر a تساوي y مربع و b تساوي 1 و k 2 ضرب بين قوسين 5x ناقص 1 أي أننا سنعتبر الحد 2 ضرب 5x ناقص 1 بين قوسين عملاً مشتركاً وسنخرجه كالتالي a تساوي 2 ضرب بين قوسين 5x ناقص 1 ضرب y مربع ناقص 2 ضرب بين قوسين 5x ناقص 1 يساوي 2 ضرب بين قوسين 5X-1 ضرب بين قوسين آخرين Y-1 قبل المتابعة ملاحظة هامة هنا عندما أخرجنا الحد 2 ضرب بين قوسين 5X-1 من الحد الثاني في الحد A لم نضع صفر أي أقصد هنا أخرجت أنا 2 ضرب بين قوسين 5X-1 من الحد 2 ضرب 5X-1 ضرب Y مربع فبقي لدينا Y مربع وأخرجته من الحد ناقص 2 ضرب 5X-1 بين قوسين فبقي لدينا ناقص 1 لم أجد شيء يبقى لدي فأضع ناقص 1 وإذا كانت الإشارة زائد نضع زائد 1 الآن ألاحظ أنه أصبح لدينا بين قوسين Y مربع ناقص 1 وهي تشبه المطابقة الثالثة أي أننا نستطيع استعمال A مربع ناقص B مربع تساوي بين قوسين A زائد B ضرب بين قوسين آخرين A ناقص B فنحصل على A تساوي 2 ضرب بين قوسين 5X-1 ضرب بين قوسين Y زائد 1 ضرب بين قوسين Y-1 وهكذا حصلنا على حد محلل إلى جداء عوامل تحليل الحد B B يساوي بين قوسين Y زائد 1 للتربيع ناقص 100 أولاً نستطيع أن نكتب المئة بالشكل 10 قوة 2 فسيصبح B يساوي بين قوسين Y زائد 1 للتربيع ناقص 10 للتربيع نلاحظ هنا أن هذا الشكل يشبه المطابقة الثالثة فنستعمل المطابقة التي هي A مربع ناقص B مربع تساوي بين قوسين A ناقص B ضرب بين قوسين آخرين A زائد B حيث أن A تساوي بين قوسين Y زائد 1 وB تساوي 10 فتصبح B تساوي قوسان كبيران وضمنهما Y زائد 1 ناقص 10 ضرب قوسان كبيران آخرين وضمنهما Y زائد 1 زائد 10 وبالتالي B تساوي بين قوسين Y ناقص 9 ضرب بين قوسين آخرين Y زائد 11 كيف ننشر مع جذور تربيعية؟ مثال ليكون Y يساوي بين قوسين 3 ناقص 4 ضرب جذر 5 ضرب بين قوسين آخرين 3 زائد 4 ضرب جذر 5 أثبت أن Y عدد صحيح الحل الخطوة الأولى نلاحظ أنه يمكننا استخدام المطابقة الثالثة هنا أيضا للنشر فنستعملها وهي بين قوسين A ناقص B ضرب بين قوسين آخرين A زائد B تساوي A مربع ناقص B مربع حيث أن A تساوي 3 وB تساوي 4 بجذر 5 وبالتالي سيصبح A بالشكل 3 للتربيع ناقص بين قوسين 4 ضرب جذر 5 للتربيع لحساب 4 ضرب جذر 5 بين قوسين للتربيع نستخدم الخاصة بين قوسين C ضرب D للتربيع تساوي C مربع ضرب D مربع حيث C تساوي 4 وD تساوي جذر 5 وبالتالي تصبح E تساوي 9 ناقص 4 للتربيع ضرب جذر 5 للتربيع نعلم أن جذر 5 للتربيع تساوي 5 إذن E تساوي 9 ناقص 16 ضرب 5 تساوي 9 ناقص 80 وتساوي ناقص 71 ملاحظة هامة عندما يكون لدينا عمليتي ضرب وطرح أو جمع تكون الأولوية لعملية الضرب تحقق من فهمك السؤال الأول إنشر مستفيدا من المطابقات الشهيرة 1 A تساوي بين قوسين X زائد 1 على 3 للتربيع الحل نلاحظ أنها المطابقة الشهيرة الأولى إذن ننشرها بالطريقة التالية X مربع زائد 2 ضرب X ضرب 1 على 3 زائد 1 على 3 للتربيع تساوي X مربع زائد 2 على 3X زائد 1 على 9 2 B يساوي بين قوسين Y ناقص 1 على 4 للتربيع الحل نلاحظ أنها المطابقة الشهيرة الثانية نحلها بالطريقة التالية B تساوي Y مربع ناقص 2 ضرب Y ضرب 1 على 4 زائد 1 على 4 للتربيع تساوي Y مربع ناقص 2 على 4Y زائد 1 على 16 نلاحظ أن الحد 2 على 4 يمكننا اختصاره بتقسيم البسط والمقام على 2 فيساوي 1 على 2 بذلك يكون النشر يساوي Y مربع ناقص 1 على 2Y زائد 1 على 16 ثلاثة C تساوي بين قوسين Z زائد 1 على 5 ضرب بين قوسين آخرين Z ناقص 1 على 5 الحل نلاحظ أنها المطابقة الشهيرة الثالثة فيكون الناتج Z مربع ناقص 1 على 5 للتربيع وتساوي Z مربع ناقص 1 على 25 السؤال الثاني إنشور ثم اختزل 1 A تساوي بين قوسين 2 ناقص 3X للتربيع الحل نلاحظ أنها المطابقة الشهيرة الثانية إذن A تساوي 2 للتربيع ناقص 2 ضرب 2 ضرب 3X زائد 3X بين قوسين للتربيع تساوي 4 ناقص 12X زائد 9X مربع أذكر بقانون المطابقة الشهيرة الثانية وهو مربع الأول ناقص 2 ضرب الأول ضرب الثاني زائد مربع الثاني 2 B تساوي بين قوسين 3 على 2 ناقص 2X ضرب بين قوسين آخرين 3 على 2 زائد 2X ناقص بين قوسين 2X زائد 1 على 2 للتربيع الحل سنقوم بنشر هذا التمرين على جزئين نلاحظ أن الجزء الأول منه يمثل المطابقة الشهيرة الثالثة وهو 3 على 2 ناقص 2X بين قوسين ضرب بين قوسين آخرين 3 على 2 زائد 2X وهو يساوي مربع الحد الأول ناقص مربع الحد الثاني أي 3 على 2 2 للتربيع ناقص 4X بين قوسين للتربيع ويساوي 9 على 4 ناقص 4X مربع والجزء الثاني من الحد B يمثل المطابقة الشهيرة الأولى وهو بين قوسين 2X زائد 1 على 2 للتربيع ويساوي ناقص بين قوسين كبيرين 4X مربع زائد 2X زائد 1 أربع يساوي 9 على 4 ناقص 4X مربع ناقص 4X مربع ناقص 2X ناقص 1 على 4 يساوي ناقص 8X مربع ناقص 2X زائد 8 على 4 يساوي ناقص 8X مربع ناقص 2X زائد 2 حيث أن 8 على 4 تساوي 2 تدرب السؤال الأول انشر مستفيدا من المطابقة بين قوسين A زائد B ضرب بين قوسين آخرين A ناقص B تساوي A مربع ناقص B مربع 1 A تساوي بين قوسين X زائد 2 ضرب بين قوسين آخرين X ناقص 2 تساوي X مربع ناقص 2 للتربيع وتساوي X مربع ناقص 4 2 B تساوي B تساوي بين قوسين Y ناقص 0.1 ضرب بين قوسين آخرين Y زائد 0.1 الحل B تساوي Y مربع ناقص بين قوسين 0.1 للتربيع تساوي Y مربع ناقص 0.01 أو نقرأ 0.01 1 بالمئة السؤال الثاني إنشور ثم اختزل 1 A تساوي بين قوسين 4X ناقص 1 للتربيع زائد بين قوسين آخرين X زائد 2 للتربيع الحل A يساوي 4X بين قوسين للتربيع ناقص 2 ضرب 4X ضرب 1 زائد 1 للتربيع زائد X مربع زائد 2 ضرب X ضرب 2 زائد 2 للتربيع يساوي 16X مربع ناقص 8X زائد 1 زائد X مربع زائد 4X زائد 4 يساوي 17X مربع ناقص 4X زائد 5 2 B يساوي بين قوسين 5Y زائد 4 للتربيع زائد بين قوسين آخرين 5Y زائد 4 ضرب بين قوسين آخرين 5Y ناقص 4 الحل نلاحظ هنا أنه لدينا المطابقة الشهيرة الأولى والمطابقة الشهيرة الثالثة فيكون الحل كالتالي B يساوي بين قوسين 5Y للتربيع زائد 2 ضرب 5Y ضرب 4 زائد 4 للتربيع زائد بين قوسين 5Y للتربيع ناقص 4 ناقص 4 للتربيع ويساوي 25Y مربع زائد 40Y زائد 16 زائد 25Y مربع ناقص 16 وتساوي 50Y مربع زائد 40Y 3 C تساوي بين قوسين 7Z ناقص 1 للتربيع ناقص بين قوسين آخرين 7Z زائد 1 للتربيع الحل يمكننا حل هذا التمرين بأكثر من طريقة نلاحظ هنا أننا باستطاعاتنا فك المطابقة الشهيرة الثانية والأولى وثم الاختزار وبإمكاننا أيضا أن نحل على المطابقة الشهيرة الثالثة سأتبع هنا طريقة الحل بالمطابقة الشهيرة الثالثة سنعتبر 7Z ناقص 1 هي A و7Z زائد 1 هي B فسيكون لدينا C تساوي بين قوسين كبيرين 7Z ناقص 1 ناقص بين قوسين صغيرين 7Z ضرب بين قوسين كبيرين آخرين 7Z ناقص 1 زائد 7Z زائد 1 يساوي بين قوسين لدينا 7Z ناقص 1 ناقص 7Z ناقص 1 ضرب بين قوسين آخرين 7Z ناقص 1 زائد 7Z زائد 1 يساوي ناقص 2 ناقص 2 ضرب بين قوسين 14Z وتساوي ناقص 28Z نلاحظ هنا أننا قمنا باختصار 7Z ناقص 7Z من القوس الأول وقمنا باختصار ناقص 1 وزائد 1 من القوس الثاني 4 D يساوي بين قوسين 5T ناقص 4 ضرب بين قوسين آخرين T زائد 2 ناقص بين قوسين T زائد 2 للتربيع الحل نلاحظ هنا أن القوسان الأوليان سنقوم بنشرهما النشر عادي طريقة تقليدية والقوس الثالث للتربيع سنقوم بنشره وفق المطابقة الشهيرة الأولى فيكون لدينا D يساوي 5T ضرب T زائد 5T ضرب 2 ناقص 4 ضرب T ناقص 4 ضرب 2 ناقص بين قوسين كبيرين T مربع زائد 2 ضرب T ضرب 2 زائد 2 للتربيع يساوي 5T مربع زائد 6T ناقص ثمانية ناقص بين قوسين T مربع زائد 4T زائد 4 تساوي 5T مربع زائد 6T ناقص ثمانية ناقص T مربع ناقص 4T ناقص 4 ويساوي 4T مربع زائد 2T ناقص 12 السؤال الثالث انسخ انسخ ثم اكبل لتصبح كل عبارة مطابقة بين قوسين اي محققة عند جميع قيم X واحد بين قوسين X زائد فراغ للتربيع تساوي فراغ زائد 6X زائد فراغ الحل نلاحظ ان الحد الاوسط هو 6X اذا قسمنا على اثنان سيكون لدينا ثلاثة وفي التالي الحد الثاني من المطابقة يجب ان يكون ثلاثة فسيصبح الناتج دينا بين قوسين X زائد الثلاسة للتربيع تساوي X مربع زائد 6X زائد 9 اثنان بين قوسين فراغ ناقص فراغ للتربيع تساوي 4X مربع ناقص فراغ زائد 25 الحل نلاحظ اننا اذا كتبنا الحد الاول بالشكل 4X مربع يساوي بين قوسين 2X للتربيع وكتبنا الحد الاخير بالشكل 25 يساوي 5 للتربيع فنحصل على الناتج كما يلي بين قوسين 2X ناقص 5 للتربيع تساوي 4X مربع ناقص 2 ضرب 2X ضرب 5 زائد 25 تساوي تساوي 4X مربع ناقص 20X زائد 25 ثلاثة بين قوسين 7X زائد فراغ ضرب بين قوسين اخرين فراغ ناقص فراغ يساوي فراغ ناقص 64 نلاحظ إذا جزرنا العدد 64 فسنحصل العدد 8 وبالتالي سيكون الناتج بالشكل بين قوسين 7X زائد 8 ضرب بين قوسين اخرين 7X ناقص 8 يساوي 49X مربع ناقص 64 السؤال الرابع دون استخدام الآلة الحاسبة احسب بأسهل ما يمكن 1 98 للتربيع الحل 98 هي عبارة عن 100 ناقص 2 فسنكتبها بالشكل 98 للتربيع تساوي بين قوسين 100 ناقص 2 للتربيع نلاحظ هنا انها اصبحت بشكل انتطاب المطابقة الثانية فسيكون الناتج يساوي 100 للتربيع ناقص 2 ضرب 100 ضرب 2 زائد 2 للتربيع يساوي 10,000 ناقص 400 زائد 4 يساوي 9,604 2 98 ضرب 102 الحل يمكننا كتابتها بالشكل بين قوسين 100 ناقص 2 ضرب بين قوسين آخرين 100 زائد 2 نلاحظ انها اصبحت من شكل المطابقة الشهيرة الثالثة فسيكون الناتج 100 للتربيع ناقص 2 للتربيع تساوي 10,000 ناقص 4 وتساوي 9,996 3 62 ضرب 58 الحل 62 ضرب 58 تساوي بين قوسين 60 زائد 2 ضرب بين قوسين آخرين 60 ناقص 2 أصبحت من شكل المطابقة الشهيرة الثالثة فسيكون الناتج 60 للتربيع ناقص 2 للتربيع وتساوي 3600 ناقص 4 وتساوي 3596 أربعة 501 للتربيع الحل 501 للتربيع تساوي 500 زائد 1 بين قوسين للتربيع نلاحظ أنها من شكل المطابقة الشهيرة الأولى فيكون الناتج 500 للتربيع زائد 2 ضرب 500 ضرب 1 زائد 1 للتربيع تساوي 250 ألف زائد ألف زائد واحد وتساوي 251 ألف وواحد السؤال السؤال الخامس حلل كل من العبارات الآتية 1 A تساوي بين قوسين X ناقص 2 للتربيع زائد 3 ضرب بين قوسين X ناقص 2 الحل نلاحظ أن القوس X ناقص 2 هو عامل مشترك إذن A تساوي X ناقص 2 بين قوسين ضرب بين قوسين آخرين X ناقص 2 زائد 3 وتساوي X ناقص 2 ضرب X زائد 1 بين قوسين 2 B تساوي 5 للتربيع ناقص 16 X مربع الحل نلاحظ أنها من شكل المطابقة الشهيرة الثالثة فيمكننا كتابها اكتابتها بالشكل بين قوسين 5 زائد 4 X ضرب بين قوسين آخرين 5 ناقص 4 X 3 C تساوي X مربع زائد 6 X زائد 9 نلاحظ أنها المطابقة الشهيرة الأولى إذ قمنا بجزر الحد الأول وجزر الحد الأخير فنصل إلى الناتج C تساوي بين قوسين X زائد 3 للتربيع 4 D تساوي 9 X مربع ناقص 6 X زائد 1 الحل نلاحظ أنها مطابقة الشهيرة الثانية إذ نستطيع أن نكتبها بالشكل بين قوسين 3 X للتربيع ناقص 2 ضرب 3 X ضرب 1 زائد 1 للتربيع فيكون الناتج بأن نجزر الحد الأول والحد الأخير ونأخذ إشارة الحد الوسطاني فتصبح D تساوي 3 X ناقص 1 بين قوسين للتربيع ملاحظة هامة عند عملية التحليل إذا وجدنا ثلاثة حدود نقوم بجزر الحد الأول والحد الأخير ونأخذ إشارة الحد الوسطاني ونضعهم بين قوسين للتربيع وللتأكد نضرب جزر الحد الأول ضرب جزر الحد الأخير ضرب 2 سنجد أنه الحد الوسطاني هكذا نكون قد سجلنا الدرس الثالث من الوحدة الثانية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر